حبايبي عاملين ايه بصوا بقا في ناس كتير بتاها تستنى حلقة يوم الثلاث اللي هي اسماك النهاردة بقا محضرلكو زي ما قلتلكو وصفة طريبا ما عملتاش خالص على مدار كل الايام اللي فاتت هشتغل بالمكرل اعمل تونة طبعا احنا ملاحظين ان التونة بقا سعرها مبالغ فيه جدا جدا عيلا بالتونة وهي دوبك بتكفي ايه فرد ايه في حالو كده هيكلها تعالوا النهاردة نعمل بقا تونة تونة مش من سمك التونة من سمك المكرر وعايز اقولكو الوصفة دي مجربة بابا بنفسه عاملها وعجبتني جدا وقلت له بابا ده يعني ده يعايز اقولك ان هي احلى من طعم التونة اساسا كان طبعا حلو جدا جدا وكانت متحبشة ومتحيقة ومش محتاجة اي حاجة طلعوا من البرطمان كده تهرسوها مش مستحملة مفيهاش شوكة مفيهاش جلدة مفيهاش اي حاجة عايز اقولكو النتيجة حلوة قوي قوي مبهرة انا هشتغل النهاردة بسمكتين تلاتة زي ما انتو عايزين لكن طبعا انتو عايزين تعملوا كمية اكتر من كده براحتكو انا زي ما قلتوك اشتغل النهاردة بسمكتين تلاتة انا النهاردة شولي كله بالمكريل على فكرة انا كمان هعمل بالمكريل وصفة حلوة قوي قوي صحية لذيذة فيها اضافة لحاجة امرنا ما عملنا برضو بيها السمك بس امش اقولكو ايه هقولكو فوقتها اتعارفين طبعا ما بحب ايه اشوقكو كده يعني طيب اول حاجة هابدأ بيها ايه هي التونة من المكريل انا لو هعمل تونة من التونة تقريبا انا ما وفرتش حاجة تقريبا سمك التونة برضو لما سألت عنيه لقيته ان هو شوية غالي ولكن سمك المكريل اللي هيوفر معايا ويديني طعم صدقوني حلو جدا جدا تعالوا نشوف يلا هنعملها ازيه اول حاجة انا عندي هنا سمكتين زي ما قلتلكو تلاتة مكريل كمية اللي انتو عايزينها هحتاج عليها كبايتين ماي مقذيري ربع كباية عصير لمون كرفس طبعا قرنفلفل حار واحد فلفل رومي فسوس طوم بصل مكعبات وشوية شطة اساسي مبوعدة يعني شطة مش بودرة انا عايزة شطة قرون قرون شطة طيب هحتاج بقا شوية بهارات عبارة عن ايه؟ فلفل اسود ملح طبعا الكوسبرة الكمون بهارات السمك ورق لوري رشة سكر وزيت وعلى الوش بقا هندي حبة حلوين من زيت الزتون وكمان رشة شطة قرون تمام؟ رشة شطة قرون اللي هي العدان وطبعا حلقات اللمون ويابا احب برضو حط ورقة لوري على الوش مقاديري اللي انا هحطها في مية السل المية دي انا مش هرميها هي دي اللي هتبقى السائل الحفظ بتاعي محلول الحفظ بتاعي طيب هنقوله تاني واحدة واحدة كده واحنا بنشتر انا عندي هنا كوبايتين مية هذه كوباية خلاص وبعدين بوصي بقى نجيب البلانشة بتاعتي عشان انا هقطه وسكنت الحلوة كمان ونشوف بقى اهي بوص والمية عندي هنا الأول هحط فيها هم البصل متقطع ايه مكعبات مربعات اي حاجة احطهم فين في المي احط كمان ربا كوبات عصير لمون اللي اتفقنا عليها طبعا طبعا كرافس اهو كرافس اغضر وجميل ماشي وعندي هنا ادي الفلفل هقطعه وبرده هحطه انا هحتاج كل ده في حاجة هحتاجه في طعم عايزة عندي هنا كل ده من طعم عندي هنا قرنين برضه فلفل هقطعهم اختياري طبعا الفلفل الحار ده اختياري ماشي وحطه ليه بقى ده بقى الله ريحة الكرافس التالي عايزة اقول لكم ده بقى الكرافس هحط منه قرن الفلفل الحار هحطه مع التونة بتاعتي الفلفل اخضر ممكن تاخدوا تحطه كمان معاه في المحلول زي ما انتو عايزين طيب ورقة لوري بقى 2-3 كده اهم يضيعولي اي ريحة انا بقيت عندي هنا مرقة اساسا وقرنين شطة زي ما قلتلكو كمان وقادي معلقة ايه السكر الريحة عندي هنا من غير ما احط فيها اي توابل لستة تحفق جايا منيك رفس بصل ورق لوري التوم اللي حطناه يلا بقى نحط التوابل بتاعتنا هحط نص معلقة من كل حاجة اهو نص معلقة من كل حاجة وكمان الملح بصوا بقى مش اقطر ملح اهو ولو عايزة بقى تحط لمون خلى عند التقديم انتو حر وقادي كمان رشة الفلفل الاسوي ودي تقليبة لكل ده مشي بصوا بقت عندي هنا المرأة مرأة 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 شربة تصدقوني يعني عايزة اقول لكم بعد ما تصووا فيها الماكرا لنقوها لان هي ذي اللي هاخد منها اساسا هيبقى المحلول بتاعي هتبقى عايزة اقول لكم بالنسبة لكم ممتعة جدا طعمها حلو قوي وعندي هنا رشة الشطة يبقى انا كده خلصت كل الحاجات اللي عندي هاعمل ايه بقى باسبها تغلي واجي هنا طب يا فيفا لو انا عايزة اعمل التونة دي من سمك التونة نفسه هل فيه اي حاجة مختلفة خالص هتعملي هي هي نفس الخطوات لو هستعمليه من سمك التونة هتجيب التونية وتقطعيها جزل ويه برضو هتسويها وطبعا لازم تكون متنظفة حلو جدا ويه برضو هتسويها بنفس كل المرأة اللي احنا عملنا نجيب هنا بقى المكر البتاعنا اللي هو البطل بتاعنا النهاردة هشيل طبعا ايه الراس اهي طبعا عندي هنا هو متنظف فلا ما بعملش فيه اي حاجة دلوقتي ولا بشير لجلد ولا بشير لشوق ولا اي حاجة عايز اقول لكم مجرد ما تستوي كل ده هيتشال معين اهو تعالوا نقطعها بقى الجزة الحلوة كده بس كده وننشل دي تمام ونشوف اللي بعدها ممكن نقطع دي كمان ننصيه اهي ونشوف كمان دي انا انا هنا هستخدم ايه هستخدم المقادير بتاعتي دي لي اتنين بس من المكرل اهو انتو طبعا تقدروا تكتروا وادي اخر هيك اكيد في ناس كتير جربتها وعارفة قد ايه بتطلع حلوة انا متأكدة بصوا هحطها بقى في المياه اللي بتغلي دي بس اول ما احطها في المياه اللي بتغلي هنا هروح مهدية النار وصيبها تستوي على الهادي هتاخد قد ايه معي هتاخد تقريبا سبع ساعة تلت ساعة على الهادي خلاص وكمان هغطيها اتفقنا اتفقنا اهي طيب وبعدين انا كده محتاجة هنا بس اللمون الشرايح وورق اللوري والشطة اللي هي ايه انا طبعا اختاري او بحب احط كرفس كمان وفصوص طوم يلا طيب عندي هنا كل الحاجات بالنسبة لي خلاص اتشيلت نيجي بقى للوصفة التانية اللي برضو هنعملها من الماكريل طيب بالنسبة للوصفة الاولى هي طبعا تتمنش غير يقام بالماكريل يقام بسمك التونة لكن الوصفة التانية دي تتعامل بأي سمك عندي بس انا بما اني ان انا هشتغل نوردة بالماكريل فليما انا اعملش دي كمان بالماكريل الماكريل يا جماعة من الحاجات اللي ليه قيمة غذائية عالية جدا جدا تعادل قيمة الغذائية اللي موجودة فيه سمك السلمان طبعا ده برقم وده برقم تاني خالص بس هما الاتنين قريبين جدا 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 من القيمة الغذائية طيب السمك الماكريل هنا وصفته حلوة قوي فيها اضافة حلوة جدا جدا ايه هي الاضافة؟ مش اقولها لكم بعد الفاصل استنونا موسيقى تعالوا اول حاجة كده عايز اقولكم انا بس بقلبها في الفاصل لقيتها مش مستحملة والريحة بتاعتها خطيرة وبصوا القشرة بدأت ازاي تتشل مش مستحملة والقشرة بتاعتها اهي خلاص بتسيب هنلاقي كمان ان هنا كل حاجة اهي بتطلع بمنتهل سهولة ورحتها تجنن تجنن رحتها كاني بعمل شربة سيفود بجد من كتر حلواتها بسيبها على نار هادية زي ما انتم شايفين ما بخلهاش طوال تقلب لما حط التونة فيها علشان ما تهرهاش انا عايزة سويها من غير ماهريها كده انا بعملها ايه بعد ما بتغلي زي ما انتم شايفين كده بسيبها على نار ايه هادية طيب نيجي بقى للوصل اللي بعدها اللي احنا برضو هنعمل بيها الماكريل باضافة ايه اصير البرتقون ما تتخدوش ما تتخدوش جربو نحنا قبل كده عملنا بالدبس التمر لو تفتكروا بيه خلب على السمك عصير برتقون يا جميعا بجد بيطعم الحاجة عمل نبط بالبرتقون مشا نعمل سمك بالبرتقون بطعم نشوف الماكريل اللي تنفى مع اي سمك تاني غير الماكريل ماكريل ماكريل ايه ثلاث سمكات حلوين هتبلهم ثم مفروم فلفل الوان كوزبرا كامون طبعا بهارات السمك معيه اساسيه وشويه تشطه عايزين تشوله وتحط مكانها بابريكا تبقى حلوه جدا مالح وفلفل اسود وعصير لمون وعصير برتقون وطبعا ربع كبهية زيت زتون ويه هامل تحت السمك ده تاجن تاجن ياخد من الصص ومن اضافة البرتقون ويستوي فيه تاجن ده برا عن ايه بصل حلقات فلفل الوان برتقون بطاطس حلقات وطبعا للتزيين هزين بايه اي حاجه خاضر عندي بقدونس كوزبرا وطبعا شراح برتقون عشان الوصفة ايه مالية ما تتخضوش جربوها جربوها وارجع قولولي رأيكم فيها مقاديري تاني سريعا السمك اللي انت عايزي انا النهاردة اشتغل بالمكرم التدبيلة بتاعتي طم مفروم فلفل الوان مفروم كوزبرا كمون بهارات سمك شطة حمرة او ممكن نشالها نحط بابريكا مالح وفلفل اسود عصير لمون عصير برتقون ربعا كباية زيت زيتون للخضار بقى اللي هياخد من كل الحركات الحلوة دي والصوص ده بصل حلقات فلفل الوان ممكن لو مش عايزيها هاتي فلفل رومي عايزي واستخدميه وبرتقون كمان وبطاطس حلقات وللتزيين بقدونس ولمون اول حاجة هعملها ان انا هحط التوابل بتاعتي دي كده الاول على بعضها وتابل طبعا بيها السمك دي اول حاجة خلاص اهو نقلب كده اول حاجة زي ما قلتلكم عندي هنا التوم ماحط عليه بهارات السمك وبعدين احط برات السمك دي عندي هنا عشان عايز اعمل ايه الروز ويقوز بره الشطة اللي قلت ممكن نستخدمها ايه يا جميعا فابريكا وعندي هنا الكمون طبعا سمك يعني كمون على طول واسير ايه اللمون وطبعا الملح والفلفل الاسود تمام تمام بس كده هروح بقى جايبه السمك بتاعي هجيب الطاجن اللي هيدخل الفرن اهو وقبل ما اعمل قبل ما تبل حتى السمك بتاعي هجيب ده كله كده واجيب الطاجن ده كده وابدأ بقى ارصص في الخضار بتاعي اول حاجة بحط البطاطس عشان هي اكتر حاجة بتاخد ايه تسوية اهي اكتر حاجة عندي هنا بتاخد تسوية هي البطاطس فبحطاها طبعا اول حاجة تاخد كمان حمل ايه وزخونية الفرن والطاجن فالحاجة عندي ما تلزقش هذه البطاطس تمام اهو نيجي بقى البصل حلقات كمان اهو وكمان هنحط ايه بصل خطر وبصل احمر بصل اصفر زي ما انتم عايزين كل ده بيتاكل انت خلاص عملتي اكل يعني خضار والسمك في قانن واحد مش محتاجة تعملي اي حاجة فاني حتى طبق الصلاة يا ستي جنب الطبق ده انت مش محتاجة تخيلي لانه هو هنا اغني بكل الخضار اللي انت هتكوني محتاجة ويبقى طعمه حلوة ونروح بقى هنا ايه نحطين كمان شوية فلفل واحط بقى السمك وبعدين اكمل طيب عندي هنا كده نحطوهم نيجي بقى هنا وهي دي الطاجن ننزله للسمك بتاعي زي ما اتفقنا هروح مديال وايه فتحات كده بالسكينة يلا عشان يبقى شكله حلو في التسوية ويستوي وياخد طعم حلو كمان والتدبيلة تدخل في كل قطعة لحم فيه اهو خلاص تمام كده اهو ونجي تاني هحط ده كده اهو دي تفتحت ايه ما توصلوش للاخر دي واسعة مقنية تمام كده تمام كده واحط عندي هنا السمك بتاعي بصوا بقى ها اول هتبل السمك عادي جدا جدا وباقي التدبيلة هحط ايه فيها كل الحاجات بتاعتي اهو هتبل السمك وادخل كده جوه وبعدين هحط بقى البرتقان عليهم كلهم هتبل السمك الاول ما فيش وصفة تتعمل من غير ما الاول تتبل السمك وتديله هو الطعم لانه هو اللي هيخلي الطبق حلو او الطبق وحش خلي بالك فتتبلت السمك دي مهم قوي بس كده اهو وبعدين بقى هاخد فلفل الوان وحشي بيها هنا او فلفل رومي او فلفل حار اخد فلفل الوان وحشي بيها هنا الطوجن بتاعي اهو عايزة فلفل حار عايزة خلطة بس انا عايزة هنا ايه اخليه مختلف الاطعمة تكون لائقة على بعضه اجي هنا بقى لي التدبيلة بتاعتي اجيب بولا علشان هحط عليها بقى ايه اجيب بولا عشان احط عليها عصير البرتقون اهي دي بقى التدبيلة اللي انا محتاجاها احط عليها بقى ايه بس انا مش محتاجة هنا دي بقى انتي عشان احط عليها اتحرك الزيت الزيتون اتش احنا قلنا عايزين حابة زيت الزيتون حلوين واصير البورتقون واتفرجوا على الطعم كل ده مع ايه؟ مع التدبيلة وديها تقليبة 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 عشان ما نهدش الدنيا يلا ونزلها بقى الله على رضيح اقول لكم التدبيلة دي هي اللي تنقل طبق السمك ده طاجن السمك ده هي اما تخليه حلوة قوي قوي ورحته تبقى نفحفحة كده وكل طالع ونزقوا ليه؟ الله نزق تعمل سمك حلو اما للأسف تخلي الطاجن او الطبخة كلها رحتها غير مقبولة يلا ننزل بقى على كله كده خلاص كده التبل معي كله هايزة بقى تحطي فلفل الوان هنا تكملي فلفل أصفر احمر انا بالنسبالي صدقيني اي فلفل عندي هيقضي سواء أخضر سواء أحمر أصفر وما تقزميش نفسك طبعا نخط اي بقى كمان شريح البرتقون عندي بحشي بقى ايه؟ استنوا قطحها نصين شريح البرتقون قطحها نصين وبصوا بقى هنحشيها فين؟ هنا كده الفتحات دي بدل ايه؟ او مكان ايه؟ بنعمل الحركة دي باللمون لأ جربوه تعملوها بقى بالبرتقون كده اهو انتو متخيلين بقى يا جماعة الطعم عامل زي النسل عاشقة للسمك الطاجن ده هدية لكم هدخلوا الفرن هدخلوا تسلم ايديكم هدخلوا الفرن يلا بينا؟ يلا بينا اهو ماش تستنوا في حتة هنا عايزة تتمسح عشان لما هتدخل الفرن هتنشف و ايه ما بحبش الطاجن يبقى فيه اي حاجة جادرانة يلا بينا ندخله هنا في الفرن يبق بقى ونطلعها فوق طيب تعالوا بقى اول حاجة نشوف التونة بتاعتنا خلاص كده هطلعها في مصفى بعد إذن كسعين ماشي و هسابها كده بصوا بصوا خلاص ما بقيتش مستحملة يعني هوريها لكم دلوقتي هتلاقوا بصوا بصوا دي بتطلع ومنتهى السخنة اهي شايفين اهي طلعت خالص ولا هيبقى فيها قيشوا كله بيطلع بسرعة جدا ريحة اساسا المرأة خطيرة تعالوا نطلعها ونعمل ايه شوية رز حلوين بقى بصوا بطالة اهو وطبعا دي مش بعمل بيها اي حاجة ده انا عايزاها دي بالنسبالي ايه صروة انا بس عايز ايه انا ازل كل الحاجات اللي هنا دي بالنسبالي صروة المرأة دي هو ده المحلول بتاعي اهو بصوا بقى غني جدا طبعا قرني الفلفل ده هحطه كل الفلفل هحطه الحار بس بارد نيلزمنيش في الموضوع ده بس كده فيه هنا لسه قطعة صغيرة وورقة اللوري طبعا ماشي ونطلع هنا الفلفل كمان ونحط عندنا بقى الكربس واللوري دي عايزاها هسابها تبرد هشتغل بها لما تبرد وتعالوا نعمل بقى شوية رز طبعا مقدير الرز بتاعتي بسيطة جدا اجيب الحلا وتعالوا نقول مقدير الرز بتاعتي حتى أمل شوية رز أنا هستخدم رز هنا بسمتي tempno لما تقدر تخدمي رز كمية بصل حلوة وكمان بحارات السمك و اسا tusi و ملحة وفلفل اسود وكمون ثانيا يقول ما قدرنا هحطي ايه بقولوا ما انا هعمل لكم النهاردة رز صيادية واسية برتقون قال لي لأ طرم تتجربوا جربوا هنربطوا مع بعض هيعجبكم جداً هنعمل ايه رز صيادية عبارة عن رز بسمتي طبعاً هم ممكن نستخدم رز العادي لمصيد بتاعنا بصل مفروم توم مفروم رشة ارفا بهارات سماء كمون وطبعاً ملح وففل اسود وشوية برتقون حاجة بسيطة كده جداً اصير برتقون جربوا مش هتندم هيعجبكم اول حاجة طبعاً اسخن عندي هنا الحلة وحط شوية زيت حلوين وحمر البصلوية لحد ما تتحمر وعندي هنا كمان نزل كل البصل طبعاً رز بسمتي يعني بصل بصل كتير دي معروفة حبت بصل حلوين كده بصلتين ثلاثة كبار وحطيهم علشان نحمر لحد وقت تتحمر معنا هنا وتاخد لون حلو ايه راييكم نروح لفاصل صغري ونرجع نشوف بقى تكون دهت ديت معنا تكون المرأة كمان او المحلول برد معنا ما يكونش سخنة قوي وكمان يكون الطاجن بدأ يبق بق نشوف كل ده بقى هنعمل في ايه بعد الفاصل استنوا تهايه حلية اليه初ه غنية جداً كفاية تونا بس انا ا igualقه انا مبسطة قوي بالوفاب أنا انهاردة. بص انا عندي هنا الرز وانا اه بقلبه و رحت راحه ماده ايدي جايبه القرفة حتى. والحمد لله مسكت ايدي على البيان. هحط هنا ايه? بهارات سمك. رشة جوسط طيب بسيطة. بابريك عايزين تحطوا حطوا. وعندي هنا كمان رشة ملح. ورشة فلفل اسود. ونحط الرز بقى بتاعنا. ونديله تقليبه. يلون معينا بصوا بقى السمك. رشة القرفة يا جماعة. عايز اقول لكم رشة بسيطة مش هنترعوا قرفة. رشة بسيطة بس بتدي نكهة حلوة جدا جدا نيه رز السمك. ودي عايز اقول لكم اتعلمتها من سعيد. بدو قفوا مرة رز السمك كان عامله بقولوا سعيد ده حلوة قوي. فيه طعم كده سعيد مبتسم. قال لي بحط له قرفة. قلت له بس انا من هنا رح حط له قرفة. عجبتني جدا. حبت عصير برطقان. وغنانين جدا. مش هكتر. وبعدين هحط باقي الماء. ويه هقلب. ونشوف ايه الاخبار. عايز اقول لكم الريحة بتاعت التونخ خطيرة. هشتغل فيها حالا معكم. يبج بج بج بقى. ونسوي. تعالوا بقى في الروقان هنا لحد ما الرز بتاعنا يستوي. والطاجن بتاع سمك المكري بالبرطقان يستوي. تعالوا وهنا كده بقى في الروقان نشتغل فيه التونة بتاعتنا ونشوف هنعمل فيها ايه. اهي. وعم دي. اهو. وقادي دي كمين محتاجها. بصي هفتح الطاجن بتاعي. البرطمون. ركزي بقى. ركزي بقى. ركزي بقى يا شيخة بقى. هفتح البرطمون بتاعي خلاص. وبعدين هاخد ايه. نشيل دي. هاش لازمة. بصوا هياخد بقى من المحلول ده او المرأة. اروح حاطة هنا مصفي. اهو. ما بنزلش حاجة. تمام. كله عندي هنا بيتصفر. انا بعد كده بحط اللي انا انتو شايفين انا بده رياي صح. ايجيبه لكو قدام شوية كده. كده. تسلم ايديكو. انتو جيتوا داخدون هنا. داريت عليكو ساة او. تمام كده او. واخد كل للمرأة اللي عندي هن اتفقنا كده بالبهاريس كلها بقى بالتسوية بالريحة بالنفس بالتوابل خلاص كده خلاص كده اذهب إلى ثانية واحدة بس اوضب مكيني عشان فيه حبة واقعوا ونضف البرطمان هسيبها طبعا اكون معقمة طبعا البرطمان عندي وكل حاجة اجي بقى هنا يلا بينا هاعمل ايه؟ الجلدة مجرد ما هاعملها كده بصو مش ماستحملها هلاقيها بتتشاد اهي ممكن اشيلها بسكينة ممكن اشيلها بايدي بصو في ثواني في ثواني في ثواني بتتشال الجلدة بقت فلة هاي ادي الماكريل كان القشرة بتاعته اهي اتشالت خلاص عندي بقى هنا الشوكة كمان اي شوك بتشيله بيتشال معي هوا بصو بقى بفتحها كده كمان اهو تمام كده اهو خلاص بقاش فيها ايه شوكاية واحدة احطها بقى عندي هين عايزين تفتتوها فتتوها بس لا انا شايفة ان هي كده حلوة قوي ان هي نقسمة نصين ايه دي الجلدة بشيلها منتهى لسهولة عايزين زي ما بقولوكوا تشلوها بسكينة نعمة نشيلها بسكينة نعمة بادينا برضو اهي بتتشال على طول وشيل هنا ايه اي شوكة تمام مفيش حاجة انا زيلها عندي هنا وادي اهي بتطلع كلها اهي شايفينها لوحدها مش تعبانة في اي حاجة وادي الجلدة في ناس ما بتفرقش معها على فكرة الجلدة وبتخليها بس انا احب ان انا اشيلها اهي بصوا بصوا بالسكينة حتى ما بهدرش بيها خالص تمام اهي واخط طبعا انا هنا عاملة كمية قليلة انتي علشان تعملي اعمليلك ايه برطمان حلو كبير كده هيقض معاك يحبه حلوين بتقولو حاجة حاضر هيقض معاكو حبه حلوين جدا طلعي بقى وتاكلي تحطي بقى شوية الشطة بتوعك عايزة لمون ده ان احتاجتي عايزة اقولك ان تبقيش محتاجة خالص للمون ولا اي حاجة الصوص بتاعها ده بقى تحطي منه كمان او المرأة او المحلول اللي هنبقى نقعينه فيها هتحطيها كمان ودعيلي اهي بصي جزلة بحلها شكرا عندي بقى هنا قرون الفلفل بتاعتي بنزلها معيها كمان في المحلول اهم واضيف كله مفيش بقى ايه قانون يعني بحطها كلها وحط براها الفلفل احط الفلفل معاها وورقة اللوري زي ما قلت قود كرفس وشرايح للمون وهنا كمان شطة وورون ونكمل بصوا بقى طبقات تاخدوا لما تيجوا تاخدوا ما تلاقوش ايه حاجة خلصت معاكم لو انتوا بقى غويين كمان الشطة اهي انا بالنسبالي الوصفة دي يا جماعة يعني هي هيرو الحلقة بصراحة هنا هتوفر علينا كثير جدا ايه وهتبقى حاجة كده تسند في البيت وزي ما انت شايفة ما اخدتش معايا وقت خالص بسو كل حاجة السل بيطلع هوا اهو معايا السلسلة بتطلع بسرعة جدا معايا كل حاجة وطبعا لو لقيتوا شوكا كده شوكا كده تبقوا ايه شو لها وانتوا بتاكلوا بس هي ان شاء الله بتبقى فيه فيه حد كده في العيلة هو اللي موعود موعود ان هو يطلع معايا اي حاجة في الاكل حب هانا مثلا ام فلفل اسود مش مطحون اوي لو في وصفة مثلا فيها فلفل اسود عايز حصا فيه كده حد في العيلة هو بيبقى عارف نفسه هو محظوص في الحاجات دي تلاقي الحاجة تسيب كل اللي في البيت وتظهرله هو عشان هو الوحيد اللي بيبقى واخن بيل ونامش عايزة تطلع له اهه وطلعنا بس والله حاجة مفيش اسهل من كده تعالوا نادي تقريبه للرزة بس مش عايز ايه قبهد للدنيا خلاص فاضل لنا دي بغطي بقى عندي هنا البرتمان بايه بغطي بشوية زيت زتون ما بحتاجش الحاجة يا جماعة وانا جاي يأكل خلاص انا كده بيبقى عندي كل حاجة موجودة عندي في البرتمان اللمون اللي في المحلول بتاعي عندي هنا كمان الشطة والزيت العش بتاعك بس هو اللي ناقصنا في الوصفة دي وكده بس خلاص بس كده الحاجات دي مش شرط انها تبقى حدقى مش حدقها يعني لازم يبقى قوي لكن تبقى متحبش حلوه وصدقوني رحيتها تجنن في هنا حتة معي مش هسبها بس كده ويه هقول لكم بقى نحط هنا تاني اخر حبة معي بس كده ماشي وننزل بقى عليها بايه ببرده اللمون اهو وقرنين ثلاثة شطة شكرا يا سعيد واخر حاجة الزيت الزيتون بس كده الله ونغطي واحدة حبة هنا لا سوري لوري عايز اقول لكم انا هنا اشتغلت بيها وهي ضافية هي ضافية